بسم الله الرحمن الرحيم آآ آآ النهاردة بقى نكمل يا ولاد آآ يونت ون وهنبدأ فلاسون فور وهو اللاسن يعني طويل شوية وفيه داتا طويلة شوية فنستحمل كده ونركز جدا جدا هو اللاسن اسمه سام بولينوميال فانشنز يعني ايه سام بولينوميال فانشنز آآ آآ تلات انواع يعتبر من الفانشن آآ ايه هي اللي هي من وياخد الكوادريتك او وياخد اللي هي هنشوفها مع بعض دلوقتي المهم هبدأ اول حاجة طيب الديفنيشن كده في الاول كده نشوف بيقول لي ايه? اف الار تو الار يعني الار في الفانشن هي ارتو الار ري النober تو ري النبور ري الانومبر والفانشن الاكس هي اي اكس بلاس البي الاكس بلاس البي اللي هي لينيير او في ارست دي جري حتى اهو الباور بتاع الاكس هو ايه في قاور 1 فهي ايه الشرط بتاعها ان الا والبي طبعا يبقوا نومبر في الار مهم الار والاي not equal zero لين او لا ليه لان لو اي زيرو مش هيبقى فيه اكس يا ولادي فمش هتبقى for act الشرط الاساسي ان الاي تبقى not equal zero الاول بي زيرو النحوال عادي مش مشكلة المهم عندي ان الكايفشنت بتاع الاكس يبقى موجود فيه كايفشنت الكايفشنت للاكس لكن لو بقى فيه خانيا ف هو يكون مفيش كايفشنت الكايفشنت للاكس فهي الشرط عندي ان الاي نوت ايقوال زيرو. اسمها ايه ده السامبول بتاع اللي هي اي اكس بلاس الاي والاكس دول يعني مسلا زي ما قولت اكس بلاس تري اكس بلاس فايف سري اكس ماينس تو او سري اكس بس حتى. المهم ان يبقى الاي دوت هو الشرط بتاعي من الاي تبقى نوت ايقوال زيرو. طيب ولو انا عايز Gonna say intersect , تعني , مع Y axis فانهي بوينت. ولو انا عندي فنقشن اقدر على طول عندي رول ان انا اعرف هايقطع Y axis و X axis فانهي بوينت. طيب هو هايبقى الوينتلسكت مع Y axis الفوينت ايه ؟ زيرو وبي زيرو وبي يعني هيبقى زيرو عند الزيرو عند الاكس وبي عند الواي مين البي اللي هي البي اللي اخدها من الفونكشن طيب وانترسكت مع الاكس اكسس في ايه بقى؟ الرول بتاعي نيجاتيف بي اوفر الاي طبعا احس ان الكلام مش مفهوم قوي طيب لما اخد اه اكزامبل اه هتوضح معايا جدا وهارف انا هستخدم الرول دول طيب اول حاجة كده اكزامبل انا عايز الديجري دا كنا واغدينه بس بنأكد عليه لو بيقول لي فونكشن اكس 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 طيب الفونكشن دي من كم ديجري اللي اكس باور وفو تبقى فرست ديجري ودي اللي احنا بنتكلم عليها في اول بارت في اللاسون دوت طيب لك فونكشن اكس اكس بلاس تري اكس توزا باوروف دي هتبقى زي ما اخدنا من اللاسون اللي فات طيب تعالوا نشوف كده اكزامبل عشان اشوف ازاي انا استفيد واعرف دولز دي استخدمها ازاي او ازاي ان انا احل مسائل زي كده طيب ادي اول اكزامبل بيقول لي ايه ايه ازاي الفونكشن اف ادي الفونكشن الريل 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 نمبرز تو ريال نمبرز طيب فونكشن الاكس اكوال تو اكس ماينس ثري دي اول حاجة تهمني الفونكشن الاكس تو اكس ماينس ثري هعمل ايه عشان اعملها جرافيكلي يبقى انا هافطرت كده من نفسي ثلاث ارقام للاكس واشوف الفانكشن بتاعتهم هتبقى كام طب ثلاث ارقام انا هيعجبهم منين بصوا احسن ثلاث ارقام اللي هم حوالين الزيرو يما هاخد زيرو المهم مثلا حد ممكن يقول لي طب انا هاخد وثيرتي وفيفتي عارف هتنفع بس هترسمها فين لما تيجي ترسمها المعرفش اللي هيقابلها هيقابلها فين فانا دايما على طول في الفانكشن اما باجي افترض فاليو للأكس فبافترضها قريبة من الزيرو علشان اقدر ارسلها فانا هنا افترض في الاجزامبل ده ان الأكس مر بزيرو مر بول ومر بطو وهشوف الفانكشن هتبقى كام طيب اول حاجة هقول لو الفانكشن لو الأكس بزيرو فانكشن الأكس اللي هي خليها ايه زيرو يبقى انا هشيل الأكس وحط بدلها زيرو طيب طو باي زيرو زيرو ماينوس ثري تبقى نيجاتيب ثري يعني الكيس بتاعتي هتبقى نيجاتيب ثري طيب فانكشن الان يعني لو الفانكشن الان دي هتبقى كام يبقى شيل الأكس وحط 22 by 2 4 ماينوس ثري يبقى ايكول اا سوري لو 1 2 by 1 يكول 2 3 تبقى ايكول كام نيجاتيب 1 يعني لو الانكس بوان هتبقى فانكشن الأكس او الواي بنيجاتيب 1 طيب لو الانكس بتو هشيل الانكس واحط ابقى ده طيب الكلام ده بقى انا تايف فيه كده. طيب تعالوا نعمل تابل بي فوق هقول ايه? الاكس وتحت هقول الواي او هقول فانكشن الاكس. انا افترضت الاكس بالسرعة افترضتها مرة بزيرو ومرة بوان ومرة بو. طيب لما كانت زيرو ابدتني كم؟ طيب لو ما كانت افترضتها بوان ابدتني كم؟ ولما تو ادتني كفانكشن. ارسمها ازاي بقى? الزيرو والوان والتو في الاكس. ادي الجراف. هعمل الاكس. هيبقى اللي هو الواي. دايما اللي احنا ايه? متعودين عليه وحافظينه. طيب. الاكس في الزيرو معاها في الواي ايه ايه او فانكشن الاكس. يعني زيرو ونيجاتف ثري. يبقى انا هاجي هنا عند الزيرو. وهنزل لغاية نيجاتف ثري وادي اول الوايه ادي هامشي مع الاكس وانزل لنيجاتف وان. طيب. وطو مع كام? مع وان. واعمل اوصلهم كلهم هيبقى هو اللاين ده هو اللي بقى الانترسيكت دوت. انتو شايفين هنا هي انترسيكت فين? هي انترسيكت الواي اكسس في ايه? في نيجاتف ثري. طيب اذا اعرف ازاي اجيب الكلام دوت بالرول بتاعي. انا كنت قلت لو الواي الانترسيكت مع الواي اكسس في اني بوينت قلت في زيرو وبي. طيب هي هنا الفنكشن اللي بتاعتها كان. تعالوا نطلع كده للفنكشن. اللي بتاعتها ايه? يعني معنى كده ان زيرو ونيجاتف سي الانترسيكت مع الواي. اه فعلا اهي. زيرو ونيجاتف سري قد الانترسيكت مع الواي. طيب الانترسيكت مع الاكسس في ايه. الرول بتاع بيقول لي ايه? بيقول لي نيجاتف بي اوفر اي وزيرو. طيب نيجاتف بي اوفر اي كام? من فوق. يعني 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 وزيرو. طب تعالوا نشوف كده اللي احنا رسمناه فعلا تدع كده. ايوا ادي دي هي اللي هي مع الزيرو. يبقى انا ممكن لو هو طالب بس مع 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 ممكن اجيبهانه بالتو رولز دول اللي هو نيجاتيف زي ازيرو. بي والتاني اللي هو نيجاتيف بي اوفر اي وزيرو. اقدر اجيب له الانترسكت مرة مع الواي مرة مع الاكس. طيب. عندي نوع تاني من الفونكشن. وقلت ان هي الايه? الكونستان فونكشن. يعني ايه كونستان فونكشن? كونستان فونكشن اللي هي يعني فونكشن سابتة. طب ودي تبقى ازاي? دي ان هي ما فيهاش اكس خالص. هي بتبقى ازاي ايه? الفونكشن الار طول اع الريل طول 今回 نحن البي اللي هو يبقى ايه? البي اللي هو بيبقى بيبقى نور بس بن غير ما معمول في الاكس ااو الوعي. يعني زي technology اكس اكول ثري. الاحظ هنا ان ما فيش اي حاجة فيها اكس. يعني لو انا قلت مثلا فانكشن الوان هي ثري. طيب في دي. انا بتكلم دلوقتي عشان ما اتطوهوش مني شوية. لو بقول فانكشن الزيرو. ما هو ما فيش هنا حاجة حطابة للأكس فهي ثري. طب فانكشن الوان ثري. طب لان ما فيش اكس اشيلها وحط بدلها الفاليو اللي انا اعيز اغير ليها. طيب هنا في الاكزامبل ده مثلا فانكشن ثري. ازاي تتعامل ما هي في كل الاحوال انا قلت ثري. يعني ان لو عندي ادي اهو. الجراف ودي هنا نومبر ثري عند الواي هيبقى الفانكشن الاكس هي لاين باراليل للأكس اكسز عند نومبر ثري. طيب. لو فانكشن نيجاتف ثري يبقى عند الواي عند النيجاتف ثري وهعمل لان البوينت النيجاتف ثري لان الفانكشن مهما اتغيرت الفاليو فالفانكشن مش هتتغير لان ما فيش اكس ان انا اشيلها وحط النومبر اللي انا بقول عليه. طيب فانكشن الاكس ايكوال زيرو. هيبقى عند الزيرو اللي هو على الاكس اكسز يعني لو فانكشن الاكس ايكوال زيرو هيبقى الربريزن دوت هو لاين مش بارالي بقى الاكس اكسز ولا حاجة لا ده هو هيبقى الاكس اكسز نفسه او لاين على الاكس اكسز نفسه. ده بالنسبة للكونستانت فانكشن. فاضل لي ايه بقى يا ولاد? فاضل لي الكوادراتيب فانكشن او الفانكشن اوف ساكن ديجري. بيقول لي فانكشن الريل تو الريل وار فانكشن الاكس ايكوال. ا اكس تو زا باورو بلاس بي اكس بلاس سي. الا والبي والسي ريال نمبر طبعا بلونج الريل. ايه نوت ايكوال زيرو. ليه زي ما خدت في لو هنا الا زيرو دي لان مش هيبقى في اساسا اكس باورو فهتبقى فارست ديجري ياريت تكونوا اا فاهمين معايا كويس اللي احنا منقوله. طيب ااا هي عبارة عن هي ايه اكس باورو بلاس بي اكس بلاس السي. طيب هنا انا عايز لو عايز اجيب الاكس الكوردينت بتاع الاكس. من الفنكشن. يعني هو جاب لي الفنكشن مسلا كده. two x power of two plus three x plus five مسلا وبيقول لي. هات كوردينت الاكس والي. الرول عندي ان انا اجيب كوردينت الاكس. نيجاتيف بي اوبر تو اي. نيجاتيف بي اوبر تو اي. وخلي بفرق قوي باللي انا اخدته في اللينير عشان اجيب الانترساكت.удиة الا انا عايز اجيب الكوردينت بتاعة الاكس وبتاعة الواي.vious التانية انا بجيب لكن هنا في الكوادريتك انا بجيب ال واي كوردينت فالموضوع مختلف ومش عايزينهم يدخلوا على بعض يا ولاد لازم اي نركز فيهم كويس. طيب هو نيجاتيف بي اوبر تو اي. ده عشان اجيب الاكس كوردينت. طيب. وال واي كوردينت الفونكشن بتاعة الفانكشن بتاعي ده. وزي ما انا اه عملنا في الفائت هناخد برضو عشان نقدر نفهم. لكن طب اكمل وده احنا عارفين. طيب تعالوا كده ااخد علشان اشوف لاني مش فاهم هي معمولة ازاي. طيب هناخد بيقول ايه ده. اخلي بالي ان دايما بتبقى يعني مش هانا اللي هافترض اعملها لا هو لازم يجيبها لي في شكل انترفال كده واعملها ازاي. الانترفال دي انا واخد ان انا على الكالكوليتر بقدر اعمل في التابل بعمل التابل على الكالكوليتر اللي هو احط الانترفال ديت من نيجاتيف 3 ل3 واعملها واكيد انتو فاكرينها من تريب 2. تدعلي بقى ان الان فانكشن نيجاتيف 2 اقوال 4 فانكشن نيجاتيف 1 اقوال 1 فانكشن 0 0 فانكشن 1 1 فانكشن 2 4 فانكشن 3 9 عملتها في تابل في الاكس والاي او فانكشن الاكس وكتبت الفاليوز اللي تلاقيتلي وشفت كم نمبر كل واحد هيقبلو مين اجي بقى اعملها ازاي اعملها بالشكل دوت اللي احنا شايفينه ان انا هعمل كوردينت هعمل الاكس وهعمل طيب هو هنا اول حاجة هو بدي في الانترفال مع الناين يبقى انا ابدأ هنا مع ال اكس اكسز نيجاتيف 3 ويقبلو الناين وبعدين عندي في التابل نيجاتيف 2 مع الفور اه دي نيجاتيف 2 مع الفور زيرو مع زيرو اه وفي اه نيجاتيف 1 مع 1 معلش التابل بس عشان البيتج يصغيرها شوية اه في نيجاتيف 1 مع 1 اللي هو المفروض هيبقى هنا هو وي زيرو مع زيرو وان مع وان هيبقى في البيت دي تو وفور وثري وناين وبعدين اعمل ماتش هاخدها كده هلاقيه جابلي اعمال لي كيرف بالشكل دوت والانترسكت بوينت لل اكس اكسز ولل واي اكسز عند زيرو وزيرو سهلة جدا وما فيهاش اي مشكلة خاصة ولو انا بقى عايز اعرف الكوردنات بتاع دوت اه اللي هو الرول اللي فات انا قلت قلت الكوردنات بتاع الاكس كان ايه نيجاتيف بي اوفر اي اه والتاني بتاعها طيب نيجاتيف بي هي هنا لو انا عايز اطبق الكلام دوت عشان اعرف الكوردنات انا عندي هي الفانكشن كان بتقولي ايه فانكشن الاكس ايكول اكس توزو باور افتو طيب نيجاتيف بي اوفر تو اي هي نيجاتيف بي اساسا مفيش بي تمام يعني ايه يعني زيرو زيرو المهم انه هيبقى اول كوردنات هو زيرو الاكس كوردنات هو زيرو طيب والواي كوردنات بجيبه ازاي فانكشن الزيرو فانكشن الزيرو هو ايه عندي فانكشن الزيرو طليع لي زيرو يعني الكوردنات بتاعي زيرو وزيرو وده فعلا الانترسيكت بوينت اللي هم اتقابلوا في الزيرو والزيرو طيب كده انا اخد ثلاث انواع من الفانكشن الانيير فانكشن الكوانستان فانكشن والتلاتة سهلين جدا 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 هما بس محتاجين ان احنا نحل عليهم كويس ونكمل مع بعض ان شاء الله في الدروس اللي جاية تابعونا